إذن ما هو الواجب علينا نحن إذن في الاستعداد لشهر رمضان مبارك بارك الله فيك نحن نبارك لمن استعدى وسوف يستأنف استعداده في شعبان من أجل استقبال رمضان هذا هو الموفق لأننا لك ولجميع المشاهدين نحن جسد وروح نحن لا نقصر أبدا في غذاء الجسد ولكننا نقصر كثيرا في غذاء الروح هناك تشابه شديد فند له وصنف فيه كوكبة من علماء السلوك والأخلاق تشابه شديد بين الجسد وبين الروح فكما أن الجسد لو أهملته في تغذيته وتربيته وتنشئته وتقوية عضلاته وتقوية القلب والكبد وغير ذلك من أعضاء الجسد من المفاصل وأن تكون قويا رياضيا لو لم تفعل ذلك تعاني في جسدك تماما بتمام يحدث ذلك للروح حتى من يجاهد ولا تعجب من هذا من يجاهد ويبذل الجهد وتسمع أصوات سيفه ورمحه ودرعه ولم يعد قلبه وروحه إعدادا طيبا فهو معرض أن يموت ميتة جاهلية حتى وهو في الجهد وهو في داخل المعمعة النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع الصحابة قد انطلقت ألسنتهم بمدح رجل ما أثخن في الأرض وكاد أن ينصر الله به الملة والدين امتدحه الصحابة وانطلقت ألسنتهم بمدحه فقال نبينا صلى الله عليه صلى الله عليه وسلامه عليه من سره أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إلى هذا الرجل المجاهد الذي يقتل مقتلة عظيمة وينصر الله به الدين فوقع الكلام مفارقة في قلب أحد الصحابة فهو يصدق رسول الله ولكن قال يعني تتبعته الصحابة هذا قال فتتبعته فكان إذا أسرع أسرعته وإذا أبطأ أبطأت وإذا دخل دخلت وراءه وإذا خرج خرجت حتى إذا اشتدت عليه الرماح والطعان وضع أصل رمحه في الأرض ونام ببطنه على رمحه وقتل نفسه قال فأسرعت وهرولت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت له يا رسول الله أشهد أنك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل وماذاك قال الرجل الذي ذكرت تتبعته فكان إذا أسرع أسرعت وإذا أبطأ أبطأت وإذا دخل دخلت وراءه وإذا خرج خرجت حتى إذا اشتدت عليه الرماح والطعان قتل نفسه قال نبينا صلى الله عليه وسلم وأنا أشهد أني رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم فإذا لم تتربى لا يفوتني أن أذكر أن أبناء غزة ما شاء الله لا قوة إلا بالله بفضل الله قد تربوا هذه التربية صحيح وظهرت نعم وبرزت نعم وتربوا على كتاب الله نعم وتربوا على التجويد وعلى القراءات ويشتبقون ذلك لمن يدخل في صفوف المقاومة بالضبط نعم يعني حتى لا يقبلون الجاهل بكتاب الله صحيح والجاهل بسنة رسول الله والواقع في الشركيات لا يقبلونه بينهم نعم ولكن أنا أستدل هنا من زاوية أخرى لعل فضيلة الشيخ الدكتور يقرني في ذلك أننا لابد أن نأخذ الإسلام من كل ناحية لا ننشغل في ناحية ونغفل عن نواحي نعم قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أدخلوا في السلم كافة نعم قال ابن عباس ترجمان القرآن أي خذوا الدين من كافة نواحيه خذوا الإسلام من كل ناحية لا يصلح أن نهتم بقضية ونقول هذا بابي ونغفل قضايا قد تستجلب غضب الله علينا نعم فالمسألة تحتاج إلى اتساع وإلى سؤال أهل الذكر وإلى مزاحمة العلماء بالركب لا تحتاج إلى انتقاد ونظرة علو من بعض أحداث الأسنان الذين يعني لم يتهيأوا ولم يتأسسوا بعد لينتقدوا من يتكلم أيضا جاءني أحدهم وقال كنا قبل قليل هذا يوم الزنا هذا يوم الفاحشة العالمي المسمى بالفالنتاين فكنت أدرس ماذا حصل أيام فالنتاين في الطبقة الثالثة بعد رفع المسيح وكذا فدخل أحد هؤلاء وكتب وقال تتكلمون عن قصة فالنتاين والإخوة في غزة يقتلون وهؤلاء هم هم في السبعينات كانوا يقولون تقولون كل بيمينك ولا تأكل بشمالك وادخل المسجد باليمين والإخوة في أريتريا وأفغانستان يقتلون هذه أمراض هذه ليست لأنها قديمة جديدة نعم ليست شبهات هذه يا أستاذ عمر هذه ليست شبهات حقيقية ولا هو سوء فهم من رجل صادق لا 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 هذه نفوس مريضة نسأل الله أحسن الله إليكم